اشتركوا في القناة وذلك بعد الاداء الباهت الذي قدمه المنتخب المغربي في اولى مباريته بكأس افريقيا امام ناميبيا وخصصت صحيفة الوطن المصرية صفحة كاملة عن اخر اخبار المنتخب المصري الذي سيواجه يوم غد المنتخب الكونغولي في رسم الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس افريقيا وعنوانت جريدة الاهرام المسائية ان التغيير تلاحق المغرب حيث يفكر رونار في بلهندا وبطيب والاحمد امام المنتخب الافواري حيث تابع الناخب الوطني مباراة المنتخب الافواري يوم امس امام جنوب افريقيا بينما عنوانت جريدة الاهرام ان اغيري يكشف المستور في مؤتمر صحفي اليوم وذلك حيث سيتحدث المدرب المنتخب المصري عن كيفية انتزاع الصدارة امام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية مشاهدنا دمتم في رعاية الله ولقاءنا يتجدد يوم غد مع حلقة جديدة الى اللقاء